بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية الدليل الثاني في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أقسام الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت وهداية الدلالة والإرشاد يملكها صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين أنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية توفيق فيقوم بما أمر الله به إشكال كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وهو كافر الجواب إما أن يكون تقدير الكلام من أحببت هدايته لا من أحببته هو وهذا أقوى الأقوال أو من أحببت محبة طبيعية وهي جائزة أو من أحببته قبل النهي عن محبة الكفار جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استحباب زيارة الكافر إذا رجي إسلامه يا عم أتى بهذه الكنية الدالة على العطف وهذا من الحكمة في الدعوة كيف نجمع بين هذا الحديث وقول العلماء يسن تلقين المحتضر دون قول قل الجواب أن أبا طالب كان كافرا فإذا قيل له قل وأبا فهو باق على كفره لم يضره التلقين بهذا بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين حضرت أي ظهرت عليه علامات الموت ولم ينزل به وعلى هذا فهل تقبل توبته الصحيح أنها لا تقبل لأن الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية منطبقة تماما على الحديث ولأنه قال أحاج لك ولم يجزم بنفعها له هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه مع كفره المسيب وعبد الله بن أبي أمية أسلما رضي الله عنهما بخلاف أبي طالب وأبي جهل هو على ملة وضع مكان أنا الضميره ففيه تحقيق الرواة للتوحيد المسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية يحرم إظهار الحزن لموتهم وتعزيتهم الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم ولهذا أبى أن يقولها الرابعة أن أبى جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه وهذا لقرابته ولما أسدى للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام من معروف فهو على هذا مشكور وإن كان على كفره مأزورا السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ملتهم الكفر السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الأمر بيد الله الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا على الباطل العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها وهي شبهة تعظيم الأسلاف والأكابر التقسيم والتقعيد للقول المفيد